السلام عليكم ورحمة الله ومتتبعي الكرام اليوم معكم مريم القناة ديلي قناة مريم اليوم غدي نقدم لكم طريقة عمل المسمن المغربي بطريقة جد مبسطة هاد الفقرة هاد خاصة شدا الفتيات او النساء المبتدئات بتحضير هاد المسمن هوا يهناي غتشوفوه بصور بشكل مبسط بالنسبة للمقادير غدي نحتاجو ال 500 جرام ديال دقيق الصلب او الفينو وغدي نحتاجو 500 جرام ديال الفورس او اللي كنسميوه الدقيق البيض وغدي نحتاجو ايضا 180 ميلي لتر ديال الحليب او ما يعادل 18 سنتي لتر ديال الحليب غنحتاجو ايضا 45 تل 50 سنتي لتر ديال الماء او ما يعادل 500 ميلي لتر ديال الماء او 450 ميلي لتر ديال الماء غنحتاجو ايضا 3 ديال مع القبار عامرين ديال الزبدة بدرجة حرارات المطبخ وغدي نحتاجو الملح اللي كيبقى حسب الضوقة ديال كمانه هنا غدي نستعمل ملعقة ديال الملح اللي هي متوسطة وغدي نحتاجو الربع ملعقة صغيرة ديال الخاميرة ديال الخبز الجافة ويلا كانت عندكم الخاميرة العادية يمكن لكم توضعوها اللي على شكل البات وغدي نحتاجو ايضا الزيت اللي غدي نحتاجوه في تقراز وفي الرش ديال المسمن ديالنا وغنحتاجو الواحد الملعقة كتبقى اختيارية ديال السانيدة كبيرة وسكر السانيدة انا هنا استعملت السكر الاشغر نمرو لطريقة ديال التحضير ان شاء الله اولا غدي ناخدو الزبدة ديالنا وغدي نوضعوها هي والحالي بيسخنو شوية في الميكرو ويف او نوضعوهم يسخنو فوق البوطا باش يدوب ويتجانسو لنا ونضيفو عليهم سكر السانيدة ونمزجوهم جيدا وغدي ناخدو الخاميرة الكيميائية ديالنا ونوضعوها مع الخالط ديالنا ونضيفو عليها السانيدة كيف ما كتشوفو في الصورة هنا يا فوق الطحيل اللي سبق لي غربلتو ونمزجو العناصر كلها جيدا ونبدأو نضيفو في الماء بشوية بشوية حتى يتجانس لنا كل شي العناصر ونبدأو نعجنو فيهم ولكنت عندنا العجانة الكهربائية غدي نوضعوهم يتعجنو في العجانة الكهربائية جيدا ولعجنوهم باليادة غدي نعجنوهم تقريبا الواحد المدة ما كتشووش ربع ساعة حتى كتطرخف لنا العجينة وكتولي كتطرطق يعني هنا كتعني بأن العجينة ديالنا راها ترخفات وتلك تمزيعين قد يتولي عندكم تحصلوا عليها بحال هات الشكل هذا اللي في الصورة كتحسوا بها بحالة راها رخوة جيدا حيث هي بش تنجح لكم من المرة اللولة خس هاتش بحالها كم طلوقة بش تعاونكم تفت قراس وفي تشكيل ديال الكويرات وفي تشكيل ديال المسمن من بعد ما كان حصلوا على هاد العجينة كان دهنوها جيدا بالزيت وكان بدأ وكان قطعوا فيها قد ديروا لي موقصوا على حساب القياس اللي بغيتونتوما وغيتوا تديروا مسمن كبير ولا صغير أنا تنديرهم صغيرين كان دهنوا كل شي بالزيت والبلاصة اللي غادي نخدموا عليها غادي ندهنوها تهية بالزيت وغادي نبدأ ونقرصوا بالوحدة بالوحدة على هات الشكل هذا كان قرصوا العجينة ديالنا كان نشكلوا هاد شكل هادي كان ورقوها وكان ناخدوا الطرف الفقاني وكان جيبوها عند الواسط وكان عاودوا نديروا نفس الشي بالطرف التحت أو في الأسفل وكان جمعوها من جنب حتى كان حصلوا على مربع بهذا الشكل هذا كان حاولوا نقادوهم زيان باش يجيونهم تراسين ويجيوا في الشكل ديالهم بزوينين كان ندهنوا بالزيت وكان نبدأ وكان نحطوه في المسمن ديالنا أو نوضعوه فوق اللاطة أو عفوا في الميقلات ديال الخاصة بالمسمن عندكم كان رشوها بالزيت جيدا وكان نبدأ وكان ندهنوا على الوجه من تحت الزيت عفوا كان ندهنوا المسمن ديالنا وكان نوضعوه فوق اللاطة أو فوق الميقلات ونبدأ ونطهيو فيه على نار متوسطة من جميع الجوانب حتى يتحمر لنا بهذا الشكل هذا ونقدموه معا شي شرب ساخن لكن اتاي مع النعناع كي يجي احسن نتمنى هاد الوصفتنا الاعجاب ديالكم واناكم تجربوها وطلقا من شاء الله مع وصفة اخرى بالنسبة للناس اللي ما زالة متابونة واشتابونة وفلاشين دابا ديروا جملة فيديو لعجباتكم بقطع جيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد اعمال ديالي